يعني المنتخب مصر بالنسبة لأيمن أشرف هو أيمن أشرف كان عنده خشونة في الرجبة لكن هو اتمرن تمرين تنبارح وبنسبة كبيرة هيشارك في المباراة يمكن كابتن حسام البدري بيعول أكتر على أيمن أشرف باعتمد عليه بشكل أساسي وهو الزائر الأيصر رقم واحد في المنتخب فهو بنسبة كبيرة بنسبة 90% هيشارك في المباراة هل هو جاهز 100%؟ مش جاهز 100% يعني قناة النادي أجيك تطلقت أنه هو ما كانش جاهز 100% في المباراة الأخرانية فهل هيبقى عندنا مشكلة في الباك الشمال حتى الآن هو بنسبة كبيرة بنسبة 90% هيشارك هو اتمرن تمرين تنبارح وكان إلى حد ما كان كويس لسه برضو يعني الساعات الأخيرة اللي جاية هيبان بشكل أكبر هل ممكن يعتمد عليه كابتن حسام البدري ولا هيخرج؟ لو هيخرج هيبقى عبدالله جمع مكانه عبدالله جمع مكانه عبدالله جمع زهير الأيسر للزمالك اللي دخل مكان أحمد فتوح للأسف برضو أصيب كان عنده أعتقد نزل برد حد يعني يعني كانت أيمن أشرب بنسبة كبيرة حتى الآن هو الرقم واحد طيب احنا بكرة عندنا مباراة أمام كينيا الساعة ستة بتوقيت القاهرة مباراة خارج ملعبنا يعني شايف المطر ده شكله هيبقى عامل ازاي؟ الفريق الكيني يعني ادينا كده فكرة عنه واستعداداتنا لمواجهة الفريق ده مفروض تبقى شكله عامل ازاي؟ أنا شايف إن المباراة مش هتكون صعبة بشكل كبير يمكن وضعية الفريق الكيني في المركز التالت بتلات نقاط الفريق الكيني مش الفريق اللي يخد يعني زي أي فريق أفريقي متوسط يمكن منتخبنا آخر مباراة ليه قدام توجه وكان شكله كويس جداً كسبنا بسكور تلاتة المنتخب كان يعني أداءه كان أفضل بشكل كويس ظهر بشكل كويس جداً مع كابتن حسام البدري ودي كانت أول مرة في آخر مباراة في شهر نوفمبر اللي فات كان أول مرة للمنتخب الوطني يظهر بشكل كويس خارج ملعبه مع مدير فني ونحقق فوز بالنتيجة دي فأنا شايف إن فيه تفاؤل خصوصاً كمان إن الفرقة المصرية بدأت إن هي تتعود تعرف تلعب برا في أفريقيا في أجواء سواء في الأجواء الحرة أو أجواء مختلفة النادي الآلي آخر مباراة قدام فيتا كلاب في ظروف مشابهة كسب تلاتة فالأمور مش صعبة منتخب كينيا مش المنتخب القوي عنده بعض اللعيبة يعني لعب تلعب في دورياتي أعتقد فيه لعيب بلعب في الدوري المصري المنتاز جون أفيري كان في أسوان وتم اتقعارته لنادي كوكاكولا في الدرجة التانية مش مهاجم جامد وهو كمان مهاجم احتياطي هو ما بيعتمده على اثنين مايكل أولونجا مايكل أولونجا ده أشهر واحد عندهم بعد فيكتور ونياما ده مهاجم هو أبرز لعيب عندهم فيكتور ونياما ده كان لعب نادي ساوس هامتون الإنجليزي ولعب في توتن هام بس حاليا انتقل مونتريال الكندي وعندهم المهاجم الأساسي يمكن لعب قدام النادي الأهلي مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطري لعب قدام النادي الأهلي في كاس العام الأندية هو مهاجم قوي طويل بيعتمد أكتر على الكرات العالية بس بطيء يعني هو مهاجم بطيء شوية ومش صعب ان يتم مراكبته يعني يمكن قدام النادي الأهلي ما ظهرش خالص أي من أشرف ليه بعليه مباراة كبيرة وكان خد من أفزماتش وقتها فمايكل أولونجا ما يخدش يعني وجنبه فيه مهاجم دا يمكن دا المهاجم اللي أعتقد أنه يشكل خطورة شوية مهاجم اسمه مسعوق جمعة دا بيلعب في نادي الدفاع الحسن الجديدي المغربي لا يعني برضو العب بتلعب في أنديا برضو يعني معروفة يعني في أفريقيا في أفريقيا سعي لكن برضو يعني في أنديا معروفة عندهم محترفين وأنديا بتلعب بطولات قرية يعني بطولات قرية عندهم محترفين ولكن برضو مش الفريق القوي أولا